بعد فرض المملكة العربية السعودية ضريبة تقدر بنسبة 5% على معاملاتها تجارية عرفت تكلفة الحج ارتفاعا بحوالي 25 ألف دينار لسنة 2018 إذ بات يتعين على حوالي 36 ألف حج جزائرية معنيون بحج هذا الموسم دفع 52.5 مليون سنتيم فيما يتوقع أن يدفع كل جزائرية يرغب في أداء مناسك الحج رفقة زوجته ما بين 105 و110 مليون سنتيم كتكلفة لموسم حج 2018 وهو ما قد يؤثر على نشاط وكالات الأصفار المعنية بتنظيم موسم الحج نتيجة الزيادة الكبيرة للتكاليف مقارنة بموسم حج السنوات الماضية وبالعودة إلى أولى السنوات التي تلت الاستقلال فعرف موسم حج سنة 1963 تكلفة تقدر بحوالي 2000 دينار أما تكلفة موسم حج سنة 1986 فقدرت بحوالي 10 ألاف دينار أما بلغة الأرقام فقدرت تكلفة الحج لموسم 2008 ب28 مليون سنتيم أما السنة التي بعدها فقدرت تكلفة الحج لموسم 2009 ب29 مليون سنتيم فيما ارتفعت تكلفة الحج لموسم سنة 2012 إلى حوالي 32 مليون سنتيم فيما عرفت تكلفة الحج خلال سنة 2013 ارتفاعا إلى 35 مليون سنتيم